يا إخوة ما الدنيا والله إنها قليلة والذي فيها لغير الله حقير وكل ما فيها يمر الحلو يمر والمر يمر والله ليس في الدنيا شيء يقر أبدا فماذا تنفع المعصية أتحصل لذة دقيقة ساعة يوم ثم ماذا تذهب تلك اللذة ورب الكعبة وتبقى مرارتها في القلب في الدنيا وأثارها في الدنيا كم من شخص مسلم لا يستطيع أن يقرأ القرآن كلما فتح المصحف يقرأ آية آيتين ما يستطيع أن يكمل ذنوبه أثرت فيه كم من شخص ما يستطيع أن يقوم الليل لماذا ذنوبه قيدته ثم ماذا ثم الوعيد بالعذاب يوم القيامة ماذا تنفعك لذة ساعة أو يوم إن وجدت هي والله ذاهبة مع مرارة حاصلة ثم الوعيد علينا يا إخوة أن نذكر أنفسنا بهذا أولا وأن نذكر إخواننا وأن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر عن المعاصي